دراتي مشاهدينا حنسيب حضراتكم مع موجز تسعة ودينة شرف تفضل يدي شكرا لك من التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جنيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم صرح المستشار أحمد منع الأمين العام لمجلس النواب بأن مجلس النواب مدعو لإنعقاض في جلسة طارقة اليوم وذلك لنظري أمر عاجل قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيوقع الأسبوع المقبل على مشروع قانون بقيمة 430 مليار دولار ينظر إليه على أنه أكبر حزمات مناخية في تاريخ الولايات المتحدة ويهدف إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المحلية وخفض أسعار الأدوية والرعاية الصحية وتكاليف الطاقة هذا وأقر الكونغرس الأمريكي في تصويت نهائية خطة بايدن الضخمة للمناخ والصحة حيث دفع الديمقراطيون بغالبيتهم في مجلس النواب باتجاه إقرار هذه الخطة بعد تصويت مماثل في مجلس الشيوخ قبل بضعة أيام أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات أوكرانية تتحصن في المباني السكنية بمناطق مقاطع طيء خاركيف ونيكولايف جنوب وشرق أوكرانيا وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخايل مزينتساف إن وحدات من القوات الأوكرانية تمركزه في الطوابق العلوية والسفلية من المباني السكنية في خاركيف التي تم تحويلها إلى مستودعات للأسلحة والذخيرة ومرابد للدفاع الجوية وذلك على أسطحها مشيرا إلى أن قوات الأوكرانية ووحدات الدفاع المحلي تقمع السكان وتمنعهم بالقوة من مغادرة المباني التي تتمركز بها وذلك على أحد تعبيره نفت وزارة الدفاع الأمريكية بنتاجون أن تكون أسلحة أمريكية قد استخدمت لمهاجمة القاعدة الجوية الروسية في شبه جزية القرم مشيرة إلى أنها تجهل أسباب الانفجارات التي شهدها الموقع وكانت انفجارات دوات الأسبوع الماضي في قاعدة ساكي الجوية في شبه جزية القرم وقد أدت الانفجارات إلى تدمير ثماني طائرات ومغذونات ذخيرة ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الانفجارات قال الجيش الأوكراني أن مدفعيته أصابت مستودع ذخيرة روسيا بالقرب من جسر رئيسي في الجنوب وأكدت المتحدثة باسم القيادة العسكرية الجنوبية لأوكرانيا أن قوات الأوكرانيات تملك الآن القدرة على قصف جميع خطوط الإمداد الروسية تقريبا في هذه المنطقة بأسلحة بعيدة المدى وشيرة إلى أن الهجوم أصفر عن خسائر روسية في المستودع الواقع في قريد فيسيلة التي تبعد نحو 130 كيلو مترا عن محطة دابورجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا قالت وزارة العدل الأمريكية أن أفرد مكتب التحقيقات الاتحادي FBI الذين فتشوا منزل الرئيس الأمريكي الصابق دونالد ترامب في فرويدا صادروا 11 مجموعة من الوثائق السرية من بينها بعض الوثائق التي تم تصنيفها على أنها سرية للغاية وقالت وزارة الدفاع أو وزارة العدل في طلبها بالتفتيش أن لديها سببا محتملا للاعتقاد بأن ترامب ربما يكون قد انتهك قانون التجسس الاتحادي الذي يحضر حيازة أو نقل معلومات الدفاع الوطنية وأضافت الوزارة أن لديها مخاوف من أنه ربما يكون قد انتهك العديد من القوانين الأخرى المتعلقة بسوء التعامل مع السجلات الحكومية بما في ذلك قانون يجرم محاولة إخفاء أو إطلاف الوثائق الحكومية بغض النظر عما إذا كانت سرية ورياضيا تأهل منتخب مصر لكرة السلة للشباب تحت 18 سنة إلى كأس العالم بشكل رسمي بعد الفوز الذي حققه على حساب منتخب أنجولا في نصف نهائي بطولة أفريقيا المقامة في مدغاشكر حاليا ويتأهل إلى كأس العالم مباشرة منتخبان المتأهلان إلى نهاء بطولة أفريقيا ومحققه منتخب مصر بالفوز على أنجولا في نصف النهائي بنتيجة 67-57 وقدم شباب الفراعين مباراة قوية أمام نظيره الأنجولية وبهذه النتيجة ضمن منتخب مصر رسميا تأهله لنهائيات كأس العالم المقبلة في المجر ويواجه منتخب مدغاشكر في نهاء بطولة أفريقيا لدن الأحد ختم مجاز التاسعة فاصل ونعود لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر